تصعيد كلامي متواصل بين طهران وواشنطن فقد حضر الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة مما وصفه النعب بالنار مؤكدا أن النزاع مع إيران سيكون أمة المعارك تصريحة روحاني تتناغم مع تصريحات أخرى لمسؤولين إيرانيين هددوا فيها بإغلاق مضيق هرموس وكان الرئيس الأمريكي دولار ترامب قد أعلن في مايو الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني الموقع في عام 2015 وقرر أيضا استئناف العقوبات على طهران منابر إيران تلقي حمما منذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي فكلما اقترب موعد تطبيق العقوبات الأمريكية على طهران رفعت الأخيرة من حدة خطابها سيد ترامب لا تلعب بذيل الأسد فهذا لن يؤدي إلا إلى الأسد سوف تندم على ذلك إلى الأبد لقد كنا الضامن لأمن الممرات المائية الإقليمية عبر التاريخ تذكر أننا أنشأنا أمن طرق الشحن اللفطية لا تنسى هذا تلوح إيران بإحدى أوراق نفوذها وتهدد بإغلاق مضيق هرمز شريان التجارة الدولية تهدد يتبنه علي خامنئي صاحب الكلمة الأخيرة في القرارات الاستراتيجية الإيرانية أما في واشنطن فإدارة يقودها سقور لا تلقي بالا لهذه التهديدات تطلق حملة دعائية تحرد الداخل الإيراني على النظام بحسب تقارير إعلامية وتستعد لمحاصرة إيران بقيود لا تشمل تصدير النفط فقط بل تكاد تطال كل ما يضخ مالا في شريان اقتصادها وفي إطار هذه المواجهة بكل أشكالها يبدو الثابت الأكيد أن واشنطن ماضية في عقوباتها أما حشد التصريحات الصادرة من إيران فيرى بعضهم فيها منورة سياسية تقايد فيها الأخيرة على ملفها النووي ولا تغلق بابا للحوار مع واشنطن فبين سطور التهديد بأم الحروب دعوة إلى سلام حقيقي على حد وصف روحاني وبينما يقترب عداد العقوبات الأمريكية من لحظة الصفر تتجه الأنظار إلى الخطوة الإيرانية المقبلة بعد تطبيق أولى حزم العقوبات عليها الشهر المقبل وما ستحمله من انعكاسات قد تؤثر على مجرى الأحداث في المستقبل للمزيد يضم إلينا من عمان الدكتور نبيل العتوم الكاتب المتخصص بالشان الإيراني مرحبا بك سيد العتوم إذا حرب كلامية من طرف إيران باستخدام عبارات حادة من قبيلهم المعارك جهزون الحرب شعارة المواجهة وغيرها هل من مصلحة إيران أن يظل السجال الكلامي هذا مستمرا؟ ما هي الرسائل التي تريد إيصالها برأيك؟ شكرا جزيلا لك لا شك أن ذلك ليس من مصلحة إيران إيران تتبنى ما يسمى بخطاب دبلوماسية حافة الهاوية إيران عودتنا في السابق على ما يسمى بي الخطاب الراديكالي لكن هناك سلوك برغماتي على الأرض في واقع الأمر هناك بعض التسريبات التي تتحدث حول وجود مفاوضات شبه مباشرة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية ومن بين الجانب الإيراني وبالتالي تصبح هذه التصريحات الإيرانية للاستهلاك الداخلي في واقع الأمر هي إيران تريد أن توصل مجموعة من الرسائل الرسالة الأولى إلى البيئة الداخلية الإيرانية أن إيران ماضية فيما يسمى بسياسة المرونة أو المقاومة البطولية التي أعلن عنها خامنئي وأعلن عنها رئيس الجمهورية حسن روحاني لكن في واقع الأمر هناك رسالة إلى الدول الإقليمية وأيضا القوى العظمى خاصة فيما يتعلق بمحاولات إيران المتكررة اللعب بوتر إغلاق مثيق هرمز على سبيل المثال الإيران تريد أن تستحذر التجربة في العام 2008 عندما أعلنت عن أو لوحت من نياتها غلق مضيق هرمز عندما زادت حدة المواجهة ما بين الجانب الأمريكي والإيراني مما أدى إلى ارتفاع قيمة برميل النفط وصل إلى 147 دولار ما دمت أشرط سيد العتوب دكتور العتوب ما دمت أشرط إلى هذه النقطة هل سيتكرر هذا السيناريو مرة أخرى هل إيران قادرة فعلا على المضي في تنفيذ هذه التهديدات وأغلاق مضيق هرمز وهي تعلم مسبقا تدعيات الخطيرة ربما لمثل هذه الخطوة يعني سؤال مهم ومحوري إيران في الوقت السابق تبنت هذا الخطاب الذي أطلقت عليه ما يسمى بدبلوماسية حفة الهاوية أعلنت أنه في حال انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي سوف تسعى إلى تبني مجموعة من الاستراتيجيات من ضمنها سوف تجعل الولايات المتحدة الأمريكية تندم على ذلك وسوف يكون هناك رد مؤلم كما أعلن عن ذلك محمد علي جعفري قادة الحرس الثوري الإيراني وتحدث قادة الحرس الثوري الإيراني عن استهداف المنشآت أو القواعد الأمريكية الموجودة في المنطقة لمسافة 2000 كيلومتر ثم تحدثت إيران عن نية رفع نسبة التخصيب بنسبة 20% في حال انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية هل ما تفضلت به هو ما يقصده روحاني عندما قال لدينا ما يؤلم أكثر من إغلاق مذيق هرمز ما هي الخيارات ربما المتاحة الآن أمامها يعني إيران أردت أن أوضح نقطة مهمة جدا أن إيران تحدثت أو رفعت سخف التهديدات لكنها لم تنفذ أي شيء الآن الولايات المتحدة الأمريكية فعلا انسحبت من الاتفاق النووي إيران انتقلت إلى ما يسمى بفكرة جهنمية ما يسمى بإغلاق مذيق هرمز أو ما يسمى بتلغيم المذيق أو غير ذلك أو خيارات أخرى مثل تسريع وطيرة البرنامج الصاروخي تسريع وطيرة البرنامج النووي توظيف مداخل الأزمات الإقليمية لا سيما في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن وفي مناطق عديدة لقلب الطاولة على البلاد المتحدة الأمريكية وعلى حلفها الإقليميين في المنطقة لكن لا أعتقد ذلك هذا سوف يكون ثمن وباهظا خاصة مع أعلان ترامب ما يسمى بالحفاظ على أمن الممرات الأمر الثاني أن حزمة العقوبات سوف يتم فرضها سوف تبدأ بداية شهر أغسطس والحزمة الأخرى سوف تكون في 13 نوفمبر من نهاية هذا العام قبل النهاية هذا العام وهذه العقوبات سوف تكون عقوبات ذكية ليس على غرار العقوبات السابقة وبالتالي هذا سوف يضيق الخناق على إيران وسوف يحشرها في الزاوية وبالتالي خيارات إيران أعتقد أنها خيارات محدودة هي خيارات لا أعتقد أنها سوف تلجأ إلى مضي قرمز هذا للاستهلاك الداخلي وحرب إعلامية لا قيمة لها ولن تغني ولن تسمن من جوع لكن هي فعليا توجهت إلى ما يسمى دبلماسية التوجه نحو الشرق من خلال التوجه إلى الصين وروسيا كدول ضامنة لهذا الاتفاق وأيضا توجه نحو الدول الاتحاد الأوروبي التي انخرطت بالاتفاق النووي على أساس أن هذه الدول تستطيع أن تنقذ إيران لكنها لن تستطيع أن تقدم شيئا مع تصاعد وتيرة العقوبات الأمريكية وإذا أضفنا لا فقط نقصة أخيرة الظروف الداخلية المعقدة التي تعيش إيران خاصة الظروف الاقتصادية والاجتماعية وزيادة وتيرة الاحتجاجات واحتمالية عودتها من جديد شكرا جزيلا لك الدكتور نبيل العتوب الأكاديمي المتخصص بالشأن الإيراني كنت معنا من عمان اشتركوا في القناة